السلام عليكم أفضل الله أنا عسي الأرباحيكم من جديد فيها الدرسة فى اشراء عن الدوائر الدوائر تشبه الوائر لكن الوائر تتحقق من الشرط ثم تطبع لكن الدوائر تقوم بالعملية العكسية تطبع ثم تحقق من الشرط لك يجب ان يكون يعني دعني ازيل هذا الشي من هنا يجب ان تطبع ثم تتحقق من الشرط يعني او اشي الدوائر تطبع ثم اشي تسوي ثم تتحقق من الشرط هل هو الشرط متحقق؟ نعم تعود إلى إيش؟ إلى دراجة أكيد هنا زيادة سوف تكون في هذه المنطقة إذن بهذا الشكل ناس المفروض وهنا النوع إذن هذه عملية الدوائر الدوائر هي من هنا تبدأ انيشراس فاريو هذه الدوائر تبدأ تعرض لك القيمة تزودها هل هي تحقق الشرط؟ إذا نعم تستمر إذا لا تخرج إذن تعني أكتب لك أبسط مثال عن الدوائر نجينا هنا إلى الكل الخاص بنا ونكتب هذا المثال نكتبه في الدوائر قلت لك إيش؟ دو ثم وائر الدوائر ما دام الوائر بهذا الشكل الكون ديشن إيش؟ عزي مثال إكس أصغر من خمسة ثم هنا الطباعة أكيدنا فارزة منقوطة ثم ننقل له ثم ننقل له إيش؟ قيمة الأكس إذن دو وايل يبدأ البرنامج أكس يعمل لإنيشيلايز نبدأ دو ننفذ الكود ثم أكيد نزوده ثم نتحقه مدام الشرط غير متحقق نستمر بالتنفيه إذن هذه أبسط فكرة عن الدوائر لو نفذت البرنامج خطوة خطوة سيبدأ بناج بهذا الشكل يأتي على هذه الدو هل إكس يطبع لك صفر ثم هل إكس يزودها بواحد هل الواحد أصغر من خمسة؟ نعم يعود يطبع لك يستمر في البلوك طبعا لو ترى البلوك أخصد بأن هذا الجزء ما يكون يستمر بتنفيذ هذا البلوك انظر إلى أن يكون الأكس إيش؟ خمسة هل الخمسة أصغر من خمسة؟ لا يخرج من الواحد